بيبدأ الفيلم الطفل اسمه توم بوبر وبيبقى والد توم دايما مسافر وبيلف العالم كله ونادرا لما بيشوف ابنه ولكن بيفضل توم على التواصل مع بابا عن طريق جهاز لاسلك قدين ومن فترة للتانية بيتكلم والد توم مع ابنه وبتطمن عليه ولكن مع مرور السنين بيقل التواصل بينه وبالتدريب وفي اخر اتصال من والد توم بابنه قال فيه انه مش هيقدر يرجع من السفر لانه على وشك اكتشاف شيء اسطوري جدا وبتبقى ديه اخر مرة اللي توم يتكلم فيها مع ابوه وبعد مرور 30 سنة بنشوف توم بعد ما كبر وبقى من اشهر السمسرة في البلد وبنشوف توم هو بيقابل بيبي المساعدة بتاعته وده لان هما الاتنين راحل عميل جديد يقنعوا ببابيته ورغم ان العميل ده ما بيبقاش موافق يبيع البيت نهائي وبيقول لتوم ان ده بيته الوحيد وما فيش مكان تاني يقال فيه لكن بيقدر توم بزكاءه العالي ومهارته المميزة في التسويق انه يخلي العميل يغير رأيه ويخلص الصفقة معاه ولما بيمشي توم والمساعدة من هناك بيروح لاجتماع رؤساءه في الشغل واللي بيقولوله ان هو اكتر سمسار مميز في الشغل معهم وعلشان كده بيطلبه منه يعمل صفقة معينة ولو نجح في الصفقة دي هيرقوه ولما بيسألهم توم عن الصفقة دي بيقولوله على اسم مطعم قديم في المنطقة فبينصدم توم للحظة وبيقولهم ان المبنى ده قديم وملوش لازمة فبيقولوله انهم عايزين يهدوا المطعم ده ويبنوا مكانه مبنى سياح جديد وبيقولوله انهم حاولوا يتواصلوا مع العجوزة فان مديرة المطعم وعرضوا عليها ان هي يتبع لهم مقابل مبلغ كبير وهي رفضة فبيقولهم توم وهو واسق من نفسه انه هيقدر يخلص لهم الصفقة دي قريب جدا وبعدها بيروح توم يشوف اولاده جيني وبيلي واللي عايشين مع مامتهم اماندا من بعد ما اماندا وتوم اتطلقوا ولكن توم بيبقى مهتمة بشغله جدا ونادرا لما بيقض وقته مع اولاده وعلشان كده بيبقى واضح ان علاقته باولاده ومش احسن حاجة ولما بيطلب توم من اولاده انهم يخرجوا معاه بيرفضوا خصوصا بنته جيني واللي بتبقى متضايق من بابها جدا وحتى لما بيروح يكلمها بتتعصب عليه وبتقوله انه هو شخص ممل جدا وبتسيبه وبتطلع قدتها فبيرجع توم لبيته لوحده وبيكون زعلان ان اولاده مرضيوش يخرجوا معاه لحد ما بيجي له اتصال من محامي بابا وبيطلب منه يجي يقابله ضروري ولما بيروح توم يقابله بيعرف ان بابا توفى وهو في رحلة في القطب الشمالي وبيقوله المحامي ان بابا ما كانش عنده ممتلكات يكتبها باسمه لكنه سايبله رسالة وبيبدأ المحامي يقرر الرسالة دي اللي بيبقى والد توم بيعتذر له فيها لان هو ما كانش بيقضي معها وقت كتير وبيقوله ان هو سايبله هدية مميزة معرفش يدهاله بنفسه وطبعا بيسمع توم الكلام ده وهو زعلان ومتأثر جدا بقوفة بابا وتاني يوم بيصحى توم وبيجهز نفسه عشان يروح يقابل فان صاحبة المطعم ولما بيجي ماشي بيلاقي الصندوق اللي فيه دي بابا موجود برا فبيأخذ الصندوق وبيدخله ولما بيفتحه بيلاقي بطريق متحمق فبيفضل توم يستهزأ من الموضوع وبيقول ان بابا سايبله بطريق لعبة وبيحط البطريق على التراويزة وبيروح يتكلم في التليفون وفي الوقت ده بيبدأ البطريق يتفاتل ويفوق لان هو بطريق حقيقي وكان متجمد وفي حالة سوبات مش اكتر ولما بيخلص توم وكلمته مش بيلاقي البطريق في مكانه وفي اللحظة دي بيكتشف ان البطريق ده حقيقي وايفوره وبيطلع اصوات غريبة فبينصدم توم شوية وبعدها بيفتكر ان هو متأخر على معاده مع فان فبياخد البطريق وبيحطه في البانيو وبيحطه له تلج كتير وبيسي وبيمشي واسناء ما هو خارج من البيت بينكسر الصندوق اللي البطريق كان فيه بالغلط وكانت فيه رسالة في الصندوق دي بتتحرف تحت الترابيزة وما بيشوفهاش توم وبيروح توم يقابل فانيو بيتعرف عليها وبيعودوا مع بعض في المطعم وفي نفس الوقت ده بيبقى البطريق شغل الحنفية في البانيو ومستنتع الاخر بالمية اما توم بيبقى بيتكلم مع فانيو بيعرض عليها الصفقة وبيحاول يقناعها ان هي توافق لكنها بتقوله ان المطعم ده ملك الاسر تهار من سنين السنين ومع ذلك فهي ما عندهاش اي مشكلة في فكرة بيع المكان بس الفكرة ان هي عايزة بيع المكان لشخص يستحقه ويقدر قيمت ومش اي حد والسلام وعلشان هي عارفة ان هو جاي تبقى الشركة ومش مهتم بالمطعم ولا باي حاجة فبترفض عرضه وبتودعه وبتمشي فبيعرف توم ان مهمة اقناع الستي دي مش هتكون سهلة خالص وبيرجع توم لبيته وبيقرر يتخلص من البطريق وبيتصل بصاحب ابوه اللي بعت له البطريق وبيقوله توم في التليفون ان هو مش عايز البطريق ده لكن صاحب ابوه ما بيسمعش كويس وبيفتكر ان توم بيقوله يبعى البطريق كمان فبيوافق وبيكون فرحان جدا ولما بيروح توم يفتح باب الحمام بينفجر في وشه وكمية كبيرة من المية بسبب الحنفية اللي فتحها البطريق وبسبب المية دي بيتعلق توم في السلم وبيبقى هيوع لكنه بيمسك نفسه فبيجي البطريق وبيدلعه اكتر لحد ما بيقعه فبعدها بيفضل توم يتصل بشركات مختلفة ومن جميع المجالات على امل ان اي شركة منهم تاخد البطريق ده لكن كل المندوبين اللي بيجوله بيرفض ياخد البطريق وبالليل بيفضل توم يبحث عن نوع البطريق ده علشان يعرف عنه اكتر لحد ما بيروح في النوم والتاني يوم بيفوق توم بسبب صوت صراخ البطريق العالي في وشه وعلشان كده بيفتح توم باب شائطه وبيطلع البطريق بره وبيزحلقه لبعيد ولما بيجي توم رايح شغله بيوقفه موظف الاستقبال وبيدله البطريق وفي البداية بينكر توم ان البطريق ده بتاعه فبيشغله الموظف في كاميرات المرابة وبيورير له دليل ان البطريق ده بتاعه فما بيقدرش توم ينكر اكتر من كده وبياخد البطريق منه وبيمشي وعلشان ادارة المكان منعا هائي ان اي شخص يربي حيوان اليف عنده في الشقة بيضطر توم يد الموظف الاستقبال رشو عشان يسكن وبياخد توم البطريق وبيطلع شائطه وبيتصل ببيبي وبيقولها ان هو مش هادر يجي الشغل النهاردة وقبل ما يدخل توم شائطه بيلاقي جاره بيقوله ان هو سمع صوت حيوان اليف عنده فبيجدب توم وبيقوله ان ده صوت التلفزيون مش اكتر وبالليل بيلاقي توم ان فيه صندوق جديد وصل لشائطه فبيفتكر ان صاحب ابوه بعت له الصندوق ده علشان يحط فيه البطريق ويرجعه له تاني ولما بيجي يمسك البطريق ويدخله الصندوق بيلاقي ان فيه خمس بطريق تمان في قلب الصندوق وطبعا بيعفتهم مصدوم من المواقف ده وما بيبقاش عارف يعمله خصوصا ان اماندا واولاده جايين يزوروه عشان النهاردة يبقى عيد ميلاد ابن بيلي وفي اللحظة دي بتوصل اماندا واولاده فبيروحتهم يفتح لهم ولما بيدخلوا بيشوف البطريق بينبهروا جدا خصوصا بيلي اللي بيعجب البطريق جدا وبيفتكرهم هدية عيد ميلاده فبيدخلوا الاولاد يلعبوا مع البطريق وبيستمتعوا جدا وبيفضلتهم مع اماندا وبيحكي لها ان بابا اتوفى وانه سابله البطريق دي وفي اللحظة دي بيخبط الباب فبيروحتهم يفتحوا بيكتشف ان هو شخص اسمه جونز وانه هو موظف في قسم الطيور المائية في حريقة الحيوان وانه هو جاء له هنا بعد معارف ان عنده بطريق وعايز اتخلص منهم فبيخرج تومي يتكلم معه برة وبيقول له ان هو مش هينفع يدهم له دلوقت لان اولاده بيلعبوا معهم وانه هو هيتصل به قريب وهيدهم له فبيوافق جونز لكن بيحذره وبيقول له ان الطيور دي ما بتقدرش تعيش في البيوت وبيطلع بيلي ابنه وسامع كل ده وبيطلب من ابوه ان هو يوعد وعد ان هو مش هيماشي البطريق دي من هنا فبيضطر تومي وعدهم ان هو مش هيماشي البطريق دي فبيجري بيلي عليه وبيحضنه واسناء ما هم ماشيين بيقولوله الاطفال انهم هيجولوا يقعدوا معه بكرة فبيفرح توم جدا لان اولاده بيعملوا كويس وبيجي الليل وما بيعرفش تومي ينام من صدع البطريق وصوتهم العالي وتاني يوم بيفضلوا يعدوا ويداقوا لحد ما بيلاقيهم من شغله في التلفزيون فبيستغل الفرصة وبيروح يجز عشان يروح الشوق وهناك رؤساءه في الشغل بيقولوله انهم عارفوا ان هو فشل في اقناع فان بالصفقة فبيطمنهم ان هو مش هيئاس وهيروح يقابلها داني وهيفضل وراها لحد ما يقناعها ويخليها تبيع وبعدها بيطلب تومي بيبي ان هي تعمل له بحث عن نوع البطريق اللي عنده في البيت وبعد ما بيبي بتعمل البحث بتقوله ان البطريق دي زكية جدا ولما بتفضل مع الانسان ودة طويلة بتاخد عليه وكمان بتقلط حركاته وافعاله والاهم من كده انهم بيبقوا هديين وما بيعملوش مشاكل في الاماكن الباردة وعشان كده بيرجع توم لبيته وبيحولوا المكان بارك جدا وبيخلي الارضية كلها تلج وبيجي اولاد توم عشان يقضوا معاهم مع البطريق اليوم وبيخرجوا كلهم مع بعض وبيروحوا للمكان تلجي عشان يقدر اولاده يلعبوا مع البطريق براحتهم وبيفضلوا يلعبوا كلهم مع بعض وبيقضوا وقت لطيف سوا ولما بيرجعوا للبيت بتيجي اماندا تقعد معاهم وبتقول لطوم ان هي مضطرة سافر مدة صغيرة عشان شغلها وبتطلب منه يخلي الاولاد معاها لحد ما ترجع من السفر وتوم والاولاد بيوافقوا وبيتحمسوا للموضوع وبالليل بيبقى توم رايح يتكلم مع فان مرة تانية وبيجيب مربية تخلي بالها من اولاده والبطريق في غيابه وبيديها اهم التعليمات وبيطلب منها متغيرش القناة اللي البطريق بيتفرجوا عليها ولكن بمجرد ما بينزل بتغير المربية القناة فبتتعصب كل البطريق وبيبدأوا يسرخوا فبتخاف المربية وبتطلع تجري من الشقة وبتسيب الباب مفتوح فبيطلع كل البطريق وراها وبيمشوا ورا رايحة توم وفي نفس الوقت بيوصل توم لحفلة فاقمة جدا وبيروح يقابل فان وكأنه يعني قابلها بالصدفة وبيعرض عليها تشرب معا لكنها ما بتدلوش اي اهتمام وبتسيب وبتمشي ومع ذلك بيروح توم وراها وبيحاول يتكلم معاها وبيعرض عليها طرق اسمعاء وفي اللحظة دي بيتصدم توم لما بيلاقي البطريق دخلت المكان وجاين نحيته فبيروح توم للأسنسير بسرعة وبيكون معا فان وبيهرب منهم قبل ما فان تشوفهم بثواني فبيقرروا البطريق يلعبوا شوية ويفضلوا يتزحلقوا في الحفلة وبيوقعوا كل الموجودين وبيعضوهم وطبعا الحفلة ببوز بسبب اللي البطريق بتعمله ويلاحظ ان جونز بيرائب توم والبطريق وتاني يوم بترجع اماندا من السفر وتاخد الاولاد من عند توم وبيلاحظ توم ان بنته جيني عندها مشاكل مع اصحابها في المدرسة فبيحاول توم ينصحها لكن بيلاقيها مش متقبلة نصيحته نهائي فبتقول له اماندا ان بنته مش محتاجة النصيحة لكنها محتاجة يدعمها ويبقى جنبها مش اكتر وبعدها بيبدأ توم يستلطف البطريق ويلعب معاهم وبيبدأ يبحث عن معلومات عنهم اكتر وبيبدأ يضربهم ازاي يسمعوا كلامه وينفزوا اللي يقولهم عليه وبيقضهم وبيخرجوا ويتفسحوا شوية وبعد فترة بيجي الاولاد يزوروا توم وبيلعبهم نسجم جدا مع البطريق وعلاقتوا بيهم التورج جدا وتوم بياخد اولاده وبيخرجوا وبيبقى واضح ان توم وبنته جيني برضو علاقتهم اتحسنت ولما بيرجع توم واولاده للبيت بيكتشفوا ان البطريق بدو طلب بضغط فبيفرحوا كلهم وباتصل توم باماندا وبيقول لها على الخبر ده وبيطلب منها تيجي تقعد معهم فبتيجي اماندا ومعها حبيبها الجديد ولكن البطريق بيديقوه بيخلو يمشي وبتقعد اماندا مع توم والاولاد يتفرجوا على بيض البطريق وهم فرحنين والاولاد بيطلبوا من اماندا وتوم انهم يخرجوا مع بعض روحدهم كمحاولة منهم ان باباهم ومومتهم يرجعوا لبعض وتاني يوم بيجهز توم وبيخرج مع اماندا فعلا وبيروحوا لمطعم فان وهناك بنعرف ان توم كان بيقض وقته مع بابا وفي مطعم فان وليه ذكريات جميلة مع بابا هناك وبيحكي توم لاماندا على ذكرياته دي هو بيفضلوا يتكلموا وبيخرجوا وبيتفسعوا سوا هو بيقضوا اليوم مع بعض ولما بيرجع توم بيلاقي جونس موجود في البيت وبياخدوا البطريق فبيزعلوا توم وبيقولوا ان البطريق دي مش هتتحرك من هنا وبيبدأوا الاتنين يشدوا مع بعض وبيقولوا جونس ان هو لازم ياخدوا البطريق دي قبل ما البط بتاحهم يفقس وكمان بيقولوا ان هو مش بيأكلهم اكل صحي وبيدمرهم ولما جونس بيلاقي توم مصير على موقفه بيقولوا ان هو كده كده هياخدهم منه وبيسيبه وبيمشي تاني يوم بيخرج توم مع بيبي علشان يشتروا اسماك للبطريق وفي الطريق بتنصحوا بيبي ان هو يهتم بشغله شوية الفترة اللي جاية لكنه بيقول لها ان هو دلوقتي لازم يهتم بالبطريق ويجيب لهم الاكل اللي بيحبوه وبعدها بيجيب توم تلج كتير وبيملى بالشقة علشان تبقى درجة حرارتها نفس الدرجة اللي بتقدر البطريق تعيش فيها وبيجي الاولاد يزروه بيفضلوا كلهم يلعبوا بالتلج مع بعض لحد ما بيجي جارهم وبيصور البطريق وبيهادت توم ان هو يبلغ عنه ادارة المكان فبيعدوا البطريق وبياخدوا التليفون بتاعه وبيحطوه في المياه وبالليه بيتجمعوا كلهم وبيشوفوا بيض البطريق وهو بيفقس لكن بطين بس اللي بيفقسه والتالتة ما بتفقس وبتعد الايام وبيفضل توم جنب البيضة وبرضو البيضة ما بتفقسش وفي يوم بيجي رؤساء توم في الشغل يزروه وبيشوف البطريق عبده في البيض وبيقولوله ان هو مؤثر جدا في شغله وماقدرش يعمل المهمة اللي طلبوها منه وعلشان كده بيتردوه ومع ذلك توم ما بيبقاش مهتم غير ان هو يخلي البيضة تفقس وبيبذل كل جهده لدرجة ان هو بيجيب جونز وبيخليه يكشفها البيضة عشان يشوفها ما فقستش ليه فبيعرفوا ان الجنين اللي جواها مات وبسبب كده بيزعل توم جدا وبيحس ان هو مش مؤهل ان هو يربيهم وبيسمح لجونز ان هو يخده معلشان في الحديقة اكيد هيعيشوا احسن من بيته وتاني يوم بيردق توم لحياته الطبعية وبيروح لشغله رغم ان هو مطرود وبيقوله رؤساءه ان هو سامحهم على طردهم ليه وان هو ورامه قبل مع فان عشان يخليها تبع المطعم وبيسيبهم وبيمشي وبالليل بتروح امده والاولاد يزوروا توم وهناك بيكتشفوا ان هو تخلى عن البطاريك وخلف وعده فبيحاول توم يفهمهم ان هو يوضى البطاريك للحديقة عشان مصلحتهم لان في الحديقة فيه ناس متخصصة هتهتم بيهم وهيرتحوا احسن من هنا مئة مرة ولكن الاولاد ما بتهتمش بالكلام ده وبيمشوا هم زعلانين منه جدا وتاني يوم واسناء ما توم رايح للشغل بتقع منه مفاتيحه تحت التربيزة فبينزل توم ياخد المفاتيح وبيبقى بابا كاتب له ان هو طول مدة رحلته ما شافش حيوان حكيم زي البطاريك وبيعتزر له تاني ان هو ما كانش معاه وبيقدل وقت معاه وبيطلب منه ما يكررش نفس غلطته ويهتم باطفاله ويفضر جنبهم فبيكرر توم ياخد اولاده ويروحوا له الحديقة ويرجعوا البطاريك وطبعا كلهم بيفرحوا ويتحمسوا بالخبر ده وفي الطريق بيتصل توم باماندا وبيطلب منها تخرج معاه هو والاولاد وبعد التفكير بتوافق اماندا وبيوصلوا كلهم لحديقة الحيوان وهناك ما بيلقوش بطاريكهم موجودة مع باقي البطاريك فبيدخلوا كلهم لجونز وبيسألوا عن مكان البطاريك فبيقولهم ان هو اضطر يوديهم لحديقة حيوان تانية لكن في اللحظة دي بيسمعوا صوت البطاريك وبيطلع جونز حبس البطاريك في التلاجة وده عشان يباحهم ويكسب من ورهم لان ده النوع نادر جدا من البطاريك فبيطلع توم البطاريك من التلاجة وبيحبس جونز مكانهم جوة وبيبدأ توم وأسرته يهربوا من الحديقة بمساعدة بيبي ولكن بيخرج جونز من التلاجة وبيطردهم هو والحراس ومع ذلك بيقدر توم وأسرته يهربوا بالبطاريك من هناك وبيروحوا كلهم بعدها للاجتماع اللي فان عملاه في المطعم عندها ولكن بدل ما توم يقنعها ان هي تبيع بيطلب منها ان هي ما تبيعش المطعم لان ده ترس قديم ده غير ان في ناس كتير لها ذكريات كتير في المكان ده ومنهم هو شخصيا اللي كان بييجي المطعم مع ابو زمان فبتقول له فان ان هي مش هتبيع المطعم وفي اللحظة دي بيدخل جونز ومع زباط الشرطة وبيقول للزباط ان الشخص ده سرق البطاريك لانه مجنون وفاكر ان الكائنات دي بتحبه وبيقول لهم ان هو هيوريه من البطاريك هتجيله لكن المفاجأة ان البطاريك ما بتختارش الاكل وبتختار توم اللي كان بيهتم بيها وبيرعاها واللي هم اتعلقوا بيه وحبوه وبكده بيضطر الزباط انهم ياخدوا جونز ويمشوا وبيفرح كل الموجودين من اللي حصل ده وكمان بتقول فان لتوم ان هي وقت عهد على نفسها ما تبعش المطعم غير لشخص يستحق وبتقول له ان هي هتبيع للمطعم لانه دلوقتي بقى فعلا شخص كويس ويستحق انه هو يمتلك المطعم ده فبيفرح رؤساءه في الشغل وبيقول له انه هو عمل اللي وعدهم به بس بيتفاجئ لما بيقول لهم توم انه هو مش هيديهم المطعم ومش هيسمح لهم ابدا يهدوه وبتعد الايام وبنشوف توم وهو قاعد مع اسرته على نفس الترابيزة اللي كان بيقعد عليها مع بابا وبيقول لهم يجهزوا نفسهم لانهم هيسافروا لمكان بعيد جدا وعايزهم يسافروا معاه وبعد فترة بنشوف توم واسرته والبطاريك وهم في القطب الشمالي علشان يوصلوا البطاريك لمطنهم الاصلي ويرجعهم يعيشوا في البيئة الاصلية بتاعتهم ويعيشوا مع كائنات من نفس نوعهم وبيلاول بطاريك فرحنين جدا لانهم اتجمعوا مع بطاريك تانيين وبيرجع توم لاماندا وبيرجعوا كلهم اسرة سعيدة من تاني ويعيشوا مع بعض بقى حياتهم وبيخلص الفيلم ما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية وتعمل فولو لصفحة فيلم تشينو عشان تتابع الملخصات الدرامية والاكشن